مرة أخرى تطال هجمات التحالف السعودي الإماراتي مركز احتجاز تابعا لميليشي الحوثي يضم مدنيين وأسرى عسكريين تقول المعلومات الواردة إن أكثر من ستين قتيلا ونحو خمسين جريحا سقطوا في غارة للتحالف استهدفت مبنى كلية المجتمع شمال مدينة ذمار فيما لا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض طبقا لميليشي الحوثي التي تقول إن المكان معروف لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر سرع التحالف كعادته إلى الحديث عن عملية عسكرية نوعية قال إنها استهدفت تدمير موقع عسكري للميليشي الحوثية في ذمار جنوب صنعاء يضم مخازن للطائرات من دون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف مقاتلات التحالف مراكز احتجاز تضم أسرى محسوبين على الحكومة فقد استهدفت طائرات التحالف من قبل مقر الشرطة العسكرية بصنعاء ومركز احتجاز في الحديدة ومراكز احتجاز أخرى تضم أسرى من الجيش الوطني ومعارضين لجماعة الحوثي فيما يبدو أن الميليشيا دابت على استخدام الأسرى والمعتقلين كدروع بشرية في مواجهة غارات التحالف وتحويل مراكز الاحتجاز إلى ملاذات آمنة لإدارة حروبها منها على اليمنيين يتسابق الحوثيون والتحالف على حد سوائف استرخاص دماء اليمنيين وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة للقتل دون هوادة في ظل مناخ سائد للإفلات من المحاسبة أو العقاب